سلام الله عليكم أعزائي سلامي سنة ثانية متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي قناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله اليوم أحبتي سنناقش معا نموذج من نماذج الاختبار الثاني يعني لسنة ثانية متوسط فقط بين قوسين أحبتي بالنسبة للمراجعة الخاصة بالفصل الثاني أو بالدوزيام بروجة رهي موجودة في القناة مع لكم فقط تكتبوا العنوان واسم القناة ستظهر لكم الفيديو وكذلك يعني موجودة في القناة عفواً كل الفيديوهات الخاصة بالوضعيات الإدماجية تابعوا معي لورس الدب والرفيقين يعني هناك رفيقين كانوا موسافرين معا بعد دوزيام ويجوئر فزاوا شمان أحببوا 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 موسافرين كانوا يعني في تاريخ السفر معا بعد رأوا دوب يتجهوا نحوهم يعني 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 يواجهو الخطر بمفرده على الرغم من أنه كانت دائما تربطوهم علاقة صداقة قوية يعني يعني الشخص الآخر تذكرة أنه الدوب لا يقتربوا أبدا من الجثث يعني لما تكون الجثث ميت ما يقتربش من هذا الدوب يعني 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 ألقى بنفسه على الأرض و تصرفة أنه ميت لأسر 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 يعني بعدما السلق على الأرض يعني يعمل نفسه ميت الدب بقي يقلبه يعني من كل الجهات ويعني اقترب أو قرب رأسه من فم وأذني الرجل الذي كان على الأرض ولكنه يعني بقي يتصرف كأنه ميت الدب يعني إيه لحدي ترجع للدب تركه وذهب نواصل هنا أنه يوميز في السرق المسافران يعني 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 خرجمين خطر مخالب الدب يوميز ويهبرت يوميز 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 Ce que l'ours lui avait dit à l'oreille Lorsqu'il était couché par terre Il m'a averti Répliqua le marchand Plusieurs choses Qu'il m'a averti de ne jamais compter parmi mes amis Que ce dont j'aurais éprouvé la fidélité De ma mauvaise f equiv Il m'a un très fonds Il m'avertiement à l'enfant Il m'averti à l'enfant Ce que j'ai souji Et aux aimées لي في محنتي او في ظروفي السيئة فلا احبتي هذا فيما يخص هذا النص يعني نظن بعد هذا الشرح لكم افهمتوا المعنى لذا ننتقل الى الاسئلة هنا احبتي رح نقرأ مع بعض الاسئلة كما اذكرت لكم ونحاول نجاوبه في نفس الوقت لهذا افهموا معي السؤال وجاوبوا معي في نفس الوقت وفي اخر الفيديو رح نخليكم يعني نموذج للاجوبة مكتوبة نبدو هنا اخصر الاجابة الصحيحة هذا النص يتحدث عن ا دوووزان عن جارين ب دوووزان عن جارين يعني عن حيوان من الثديات البحرية سيد دوووزان ودوووزان كما اجفنا في النص احبتي يعني 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 يصع رح than اه وا نعم يعني 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 كما إ jus في Additionalف لل دوس의 spring كoused يهية آخرية يهية آخرية يهية آخرية آخرية Osكالف في صور figures يعني عن المقالات الصحفية donc لحنا ce texte est écrit en prose يعني هذه هي الإجابة الصحيحة يعني هو نص نصري دوزياما إِلَيْ لِيسَا سَنْ كَمْبَنِنْ دَنْ لَوْا هو تَارَكَرَفِيقَهُ فِي الْخَطَرِ لَوْمُ سُولِنِي دَنْ لَوْا تَارَكَرَفِيقَهُ لَوْا تَارَكَرَفِيقَهُ لَوْا تَارَكَرَفِيقَهُ فُرِي الْخَطَرِ فُرِي الْخَطُّنِي دَنْ لَوْا تَارَكَرَفِيقَهُ دَنْ لَوْا تَارَكَرَفِيقَهُ هاتِ الْمُسْطَلَحَاتِ أَحِبَتِي حَوْلُوا انكم تَعْرْفُهُمْ يعني هاتوا همَا لِسْي نُونِمِ تَعْبَدَهُمْ تَارَكَرَفِيقَهُ ثَوَيَمًا كَهَنَا صَدِيقَانِ جَيْدَنْ أَمُخْلِصَانْ هنَا سَيْوْرَي voilà لِي دُوْوَيَجَرَفِيقَهُ أَبَرْصُوا النُّوْسَ lِمُسْأِفِرَانْ اَرَاوْ دُوْبْ هنَا كَدَلَكْ سِيْوْرَي لِي دُوْوَيَجَرَفِيقَهُ سَيْوْا يعني وَنْقِذَا سِيْوْرَي واحد من المسافرين التهيمة من طرف الحيوان يعني الابت يترجع للحيوان الدوب لأنه سي فو كتريا لماذا أحد المسافرين ألقى بنفسه على الأرض يعني كما شفنا في النص هو ذكر باللي لحيوان الدوب لا يقترب منا الجثث donc la réponse أحسكون كتالي l'un des voyageurs se jeta par terre car l'ours ne touchait pas au cadavre voilà numéro 5 choisis la bonne réponse إخسر الإجابة السحيحة la morale de cette fable est الحيكمة أو الموعيدة من هذه القصة هي ne jamais donner d'importance à ce que disent les gens يعني لا نهتم لما يقوله الأشخاص أو l'union fait la force يعني الاتحاد يعطينا القوى ensuite la véritable amitié se reconnaît devant le danger الصداقة الصداقة الحقيقية تعرف أمام الخطر donc هذه هي la bonne réponse voilà بالنسبة يعني la morale تعلق دائما منصبوها في آخر النص وحاولوا تفهموها يعني باش تقدرو تخرجوها numéro 6 mais chaque mot sous l'image qui lui correspond دع كل كلمة تحت الصورة المناسبة لها عندنا هنا une bull يعني فقاعة une onomatope voilà هادي الفقاعة اللي نديرو فيها الأصوات إذا تذكروا معايا يعني كما شفنا مكونات la bond desine وهذا الشرح كذلك رهو موجود في فيديو المراجعة une planche يعني هي الإطار الذي نكسب عليه كل القصة المصورة donc الهنا كما راكم تلاحظوا عندنا une planche هادي الفقاعة اللي نكسب فيها الحوار نسميوها وهادي هنا في الاخير اللي نديرو فيها الأصوات تسمى une onomatope voilà يعني كل كلمة اكسبوها في المكان المناسب نمیرو 7 اندیک les valeurs du présent dans les phrases suivantes حدد قيمة يعني زمن le présent في الجمال التالية يعني كما شفنا les valeurs du présent عندنا présent de narration اللي نستعمل في سرد القصص present denunciation يعني le présent اللي نستعمل في الحياة اليومية present de vérité general اللي هو الزمن اللي نستعمل لكتابة او لقول الحقائق العامة il dit replique le marchant plusieurs choses يعني كما راكم تلاحظو هنا هاد الجملة هي موجودة في النص واللي هي قصة دانك عندنا لحظو نارسيان voilà دو voyageur فان شمان انسامل هذا كان لحظو de narration لحظو 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 يعني هذا فزوج لحظو 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 نارسيان ماذا قال الجملة رحيتان تهيب نقطة و تبدأ بحرف كبير يعني لترة majuscule هاد النوع منا الجملة نسميوهم لفراز دیکlaratif ولنقولو إني فراز ديب دیکlaratif يعني جملة إخبارية نميرو 9 کنجوك لفرز مي entre parenthازes أو فتور سامل دي لندكاتف سارف الافعال بين قوسين في زمن لفتور سامل يعني هاد الدرس كدالي كنا شفنا في فيديو المراجعة و يعني توجد فيديو مستقلة في عهد الدرس لمن أراد أكثر مراجعة تكسبو فقط لفتور سامل و اسم القناة سلح تظهر لكم الفيديو هنا تابعوا معي لدي وياجور دي أسونامي أفوار تي لكوراج دفرانتي لورس يعني واحد من المسافرين قال لصديقه هل سيكون لك أو ستكون لك أشجاعة لتواجها الدب هنا يأفوار يعني لحن سرفوها مع تُ أفوار وفتور دي لحن سرفوها يعني فتور سامل لحن سرفوها لحن سرفوها لكوراج دفرانتي لورس voilà لحن سرفوها أُو ر أس voilà أشجاعة أشجاعة لحن سوفوها يعني يعني رح نسرفوها مع أشجاعة هدي اللي هي تعود لنا إلا أشجاعة وفتور وفتور رح يرجع أشجاعة أشجاعة في الأخير رح نسرفو يعني صورة الأجوبة مالي حاولو فيها ومبعد شوفو الإجابة Numéro 10 Choisir la forme correcte des verbes Les deux voyageurs courants ou courants dans la forêt Et essayeront de semer l'ours Ce sont des verbes particuliers au futur simple Alors on m'a ajouté une vidéo à l'amour Voilà Donc là, on va voir avec le fait d'abord Nous avons le verbe courir On va voir le verbe courant On va voir le futur Avec l avec s Le voyageur On va voir le verbe essayer On va voir le verbe essayer Quand on va voir le futur Cette y on va rajouter à i C'est un accident Voilà Numéro 11 Transform les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses On va voir le verbe de manière Chouer le verbe de manière Chouer le verbe de manière Rapide Là, on va voir le verbe de manière Le verbe de manière C'est un adjectif masculin L'on va voir le verbe de manière 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 La production écrite Le verbe de manière Le verbe de manière La production écrite L'on va voir le verbe de manière لنهاية هذه النموذج أتمنى لكم التوفيق كما كنت شفتوا معنا الأسئلة راهي سهلة بزاف معليكم فقط تراجعوا جيدا وتركزوا يعني ما تخافوش منها حاولوا تراجعوا من فيديوهات المراجعة اللي راني نحطها هيكم في القناة راهي فيديوهات مرخصة وسهلة وبسيطة والأسئلة راهي تتكرر يعني معليكم فقط غير شوية تركيز أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة